بسم الله الرحمن الرحيم شكراً أخي الرئيس طبعاً كان من المفترض حقيقةً لما نناقش موضوع مثل هذا كنت أتمنى أن تكون الحكومة كلها موجودة مع سمو الرئيس لكي يسمعوا من مجلسنا الامتعاض اللي إحنا قاعد ننقله من الشارع الكويتي لما ندخل دواوين ولنلتقي بالناس نقول لهم إحنا شرعنا قوانين يقول لنا وينها فعلاً وينها وين اللواحة التنفيذية لكثير من القوانين اللي تم إقرارها من مجلس الأمة أخ الرئيس أنا أخشى أن هذا الاستخفاء هذا التقاعس هو استخفاف في هذا المجلس وعيب علينا نحن نواب مجلس الأمة أن نخلي الحكومة تستخف فينا ولا تصدر لواحة تنفيذية اللاحة التنفيذية لحماية المستهلك قانون حماية المستهلكة قررناه بشهر ستة اللي طاف الآن مضى عليه تسع شهور وأنا واحد من الناس كنت أسأل وزير التجارة اشتار على اللاحة التنفيذية يقول لي كلها كم يوم وينها كم يوم أهو ما حضر الجلسة الحيصة الثلاثة أشهر أربعة أشهر من الاستجواب اللي طاف ليش الاستخفاف في المجلس وين الحكومة اللي قاعدة وينها من اللي قاعد يسجل هذا أنا أقولها على الملع على روس الأشهاد هذا استخفاف في المجلس استخفاف فيكم يا نواب الأمة إذا أنتوا ترضون أن الحكومة تتجاهلكم بهذا الدرجة انشرع وبعدين والزبدة وين وين لو واحد تنفيذية ماكو وزير التجارة وينها؟ خلي قل لي وزير التجارة وينها؟ وين لا حتى تنفيذيه لحماية المستهلك؟ الناس قاعدة تشتكي من غلاء الأسعار والحبيبي يقول لنا اليوم مباشر ولا يحضر الجلسات الله يشافيه إن شاء الله ويقوم بالسلامة ريلا مكسورة أمس حاضر احتفال تخرج الضباط يقدر يحضر احتفال؟ ما يقدر يحضر هنا؟ ليش؟ أنا أقول لكم ليش؟ لأنه قدم استجواب واستجواب طلع بتوصيات والله العظيم يا نواب الأمة والله العظيم عيب علينا أن نوصل لهذه الدرجة أن نساءل الحكومة إيش صار على اللواحة التنفيذية؟ مفروض كل وزير ما يطلع اللواحة التنفيذية يطلع على المنصة فوق وخلش ألشحة جدام الأمة كلها وأقدم وما أنا خايف ولكن هذا الاستهتار ما نقبل إحنا أعتقد هذا الشيء الرسالة يجب أن توصل للحكومة وأنا الأوان واللواحة التنفيذية والمهمة أنا واحد من الناس يعنيني لواحة التنفيذية للحماية المستهلك إذا وزير التجارة ما يهم النهب اللي قاعد يصير على المواطنين إحنا همنا ترى وراح نساءل قانونيا بهذا الشيء واللي يتحمل فأنا أتمنى من أخواني أنا أنا الحين ما بي أخاطب الحكومة بكلم أخواني النواب ترى والله العظيم يعني امتعاض بالشارع لأعلى سقف الأعلى درجة من أننا إحنا ما قادرين نجبر الحكومة على أنها تفعل هذه القوانين وهذه اللواح حق الهيئات شاطرين نبي هيئات نبي هيئات أقرنا لكم هيئات طلعوا اللواحة التنفيذية للقوانين اللي قرناها ومثل ما قال السيد الحكومة عندها جيش عرم رم عندها جيش عندها فرق من المستشارين تصرف مئات الملايين على المستشارين وفتوه التشريع وما شابه ذلك وبعدين ما نلقى شيء نلقى حتي في حتي لا يجب أن يمر دور نعقاد هذا إلا كل اللواحة التنفيذية كل القوانين الاستدامة التصديق عليها وقرها المجلس أن تظهر وشكرا يا أخي الرئيس